انا لا اؤمن بالصدف انا اؤمن بالتوقيت الهي انا ولدت في عائلة مسلمة متدينة والله كان لديه خطة خطة رائعة انا كنت محبطة وفي اليوم الذي كنت سأنهي فيه حياتي يسوع اعلن نفسه لي واعطاني حياة جديدة واذا صليت معي اليوم واذا امنت معي الله سيعطيك حياة جديدة اليوم يسوع المسيح حقيقي هو يغير حياتك هو يغير مقصد حياتك ويغير امم وهذه الامم ستغير العالم متى 26 36 حين اذن جاء يسوع مع تلاميذه الى ضيعة يقال لها جثماني وقال لهم اجلسها هنا حتى امضي واصلي هناك ثم اخذ معه بطرسة وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب ثم قال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثها هنا واسهروا معي ثم تقدم قليلا وخرى على وجهي وكان يصلي قائلا يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت اليوم جئت لأقول لكم ان لكل شيء في الحياة بطاقة سعر لكل شيء ثمنه اترغبون في شراء شيء جيد سيكلفكم ترغبون في شراء شيء رخيص سيكلفكم ايضا لكنه لن يدوم عندما تملك شيء وترغب في امتلاك شيء عليك ان تدفع ثمنه اسمع الكثير من الناس في الكنائس يتحدثون عن النهضة نريد ان نختبر النهضة نريد ان نحظى بنهضة اه انا اصلي لنهضة ولكن السؤال ليس ان كنتم تريدون ذلك ام لا بل اتريدون ان تدفع الثمن عندما كنت مؤمنة يافعة طفلة في المسيحية بدأت بدراسة حياتي يسوع ربما اليوم هذا ما نحتاج الى البدء بفعله علينا البدء بالعودة الى الاساسيات بدلا من خمس خطوات للاتقان في الكرازة او عشرة خطوات الى هذا ام ذاك ربما علينا فقط ان ننظر الى حيات يسوع المسيح البسيطة انما القوية جاء في الكتاب المقدس ان كل من يدعي بانه يعيش في يسوع او ان يسوع يعيش فيه عليه ان يسير مثلما سار الرب يسوع واو عليكم ان تسير مثل يسوع ان كنتم تدعون ذلك هل تفهمون ان كنتم تدعون انه يعيش فيكم ان كان يعيش فيي علي ان اعيش مثل ما عاش يسوع هذا يكلفكم شيئا ثم عندما قرأت ذلك قلت يا رب اريدك ان تريني لانني اريد فعلا ان اختبر النهضة لانني لا اريد ابدا تلك الخدمات الكنسية النتنة المليئة بالترفيه اريد ان تشهد حياتي النهضة انا ارفض ان ارضى باقل لانني طوال حياتي قبل المسيح كمسلمة رضيت باقل تعلمون ان نرضى باقل هو امر رائج نرضى باقل في علاقات زوجية نرضى باقل في الصداقات نرضى باقل في العمل نرضى باقل في هذا وذاك لكن ماذا لو رضيتم باقل مع المسيح في مسيرتكم مع المسيح اريد منكم ان تطرحوا هذا السؤال يقول الجميع اريد ان اكون مثل يسوع حقا تريدون ان تكونوا مثل يسوع سوف يكلفكم ذلك فمتى ثمن تدفعونه لتعيش مثل يسوع اصبحت الكنيسة بمنتهى ذكاء اصبحنا اكثر ذكاء من يسوع تقريبا نتصرف بهذا الشكل نعرف كيف تعمل الكنيسة نعرف كيف نقوم بالخدمة نعرف كيف نقوم بالعروض والترفيه والاغاني الخمس ثلاثة منها سريعة واثنتان منها بطيئتان نعرف كل هذه الامور لقد درسنا جيدا لسنا بحاجة الى الروح القدس يمكننا حتى التظاهر بذلك يمكننا التصرف بطريقة ما يمكننا ان نقول ان اشعر بحضور الراب هللويا ولكن هل ندفع حقا ثمن النهضة ثم عندما كنت حديثة العهد في الايمان كنت ارغب في عدم مراوحة مكاني وذلك لان قيودي قد فكت عندما جئت الى المسيح كنت امرأة مسلمة معنفة وفكت قيودي شعرت بالحرية ولكن في الوقت نفسه شعرت وكأن ثمانية وعشرين سنة من حياتي سلبت مني بالفعل في الكذب والخداع لقد كذبوا علي تعرضت للكذب والخداع مؤخرا كنت في احدى الكنائس المشاخية تخيلوا وكنت اكرز بالنهضة واتت الي امرأة بعد الاجتماع كانت في الخامسة والثمانين من عمرها قالت عمري خمسة وثمانين سنة وتوالى خمسة واربعين عاما من حياتي دأبت على الذهاب الى الكنيسة وفي الخدمة وبعد ان سمعتك تتكلمين اليوم شعرت بانني اضعت سودان خمسة واربعين سنة من حياتي وبدأت تبكي بدأت تبكي كانت حزينة لانها اضاعت سودان خمسة واربعين سنة من حياتها رادية باقل تعلمون ما هي اسوأ واتعس كلمة في القاموس بالنسبة الي وتساهلوا معي لانها ليست لغة الام ليست لغتي تساهلوا معي اسوأ كلمة في القاموس هي كلمة الاسف عندما تبلغون عمرا معينا في حياتكم عندما تصيرون في الخامسة والثمانين مثل تلك السيدة وتنظرون الى الوراء يأتي احدهم ويسدد لكم صفعة على وجهكم تماما مثل ما فعلت انا هناك بطريقة ايجابية وتدركون تنظرون الى الوراء وتدركون وتقولون يؤسفني انني عشت خمسة واربعين سنة من حياتي في الكنيسة ورديت بأقل او ليس ذلك محزنا قالت تماما مثل ما قلت يا ابنتي لم اشأ ان ادفع الثمن كنت اريد ان الزم منطقة راحتي جل ما اردته هو ان ابني صدقات وان اضحك وامرح كنت اذهب الى الكنيسة كل نهار احد مرارا وتكرارا وتكرارا تماما مثل الذهاب الى احد النوادي وكانت تبكي وبدأت انا ابكي معها بمرارا لانني ادركت انا ذاك ان هذا هو وضع الكنيسة في امريكا انا بكيت معها وانا لا اعرفكم اليوم لا اعرف شعوركم حيال مسيرتكم او حيال مكانتكم اتمنى ان تفهموا مكانتكم مع يسوع المسيح لانه ليس مهما كم كنتم تبلون بلاء حسنا لا يمكنكم الاكتفاء بمجد اليوم ولا حتى الاشياء التي سيقدمها اليكم غدا تعلمون يمكنكم ان تعلموا المرأة اللهود وهذا القول ليس قولي انا بل سمعته من احد الكاريزين يمكنكم ان تعلموا المرأة اللهود وان تعلموه عقيدة ما لكن لا تستطيعون تعليم المرء الجوع والعطش ليسوع المسيح ربما ينبغي ان تكون هذه صلاتنا اليوم يا رب امنحنا الجوع امنحنا العطش لك امنحنا الجوع والعطش لك لكي نطوق كل يوم لكي نطوق الى الامتلاء بك نطوق اليك اكثر من اي شيء اخر تعلمون نحن بحاجة اليوم الى اكثر من نهضة نحن بحاجة الى الاصلاح و الى عملية تحويل جبارة تعيد الكنيسة من مكانها اليوم الى المستوى الذي كانوا يعيشونه في كتاب اعمال الرسل قبل الفي سنة سوف يقتضي الامر اكثر من ذلك سوف يقتضي ذلك معجزات اكثر من احياء الموتى لتغيير الكنيسة لانه من السهل ان نلقن المرأة امرا يجهله جهلا تاما من هو جائع من يريد ان يتعلم من تملأه الحماسة من السهل تعلم شخص مماثل نبدأ معه من نقطة الصفر ولكن تعلمون كم يصعب تعليم اشخاص يعتقدون انهم على علم بالامر وكيف يقومون به ان نقول تعلمون عليكم تفريغ ذواتكم عليكم ان تصبحوا لا شيء عليكم ان تعتبروا انفسكم لا شيء لا تعرفون شيئا بنفسكم ولتبدأوا من جديد انا اؤكد لكم عندما تذهبون الى الكنيسة وتنظرون الى المنبر في الدقائق الخمس الاولى تدركون ان كان المتكلم اكان رجلا ام امرأة ان كان ميتا لنفسه ام حيا في خلال خمس دقائق تدركون مقدار وقت الصلاة الذي يقدونه مع يسوع مقدار الرفقة مقدار التواصل بينهما تدركون قد لا تدركون ذلك في كل مرة قد لا تفكرون في الامر ولكنكم سوف تدركونه في مكان ما في روحكم كم مرة يتم تبكيتكم عندما تذهبون اتريدون التغيير كم مرة انتم تسمعون رسالة توبة حتى تقولون تعلمون كما قال بولوس ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسدي هذا الموت من يخلصني من نفسي هذا ما نحتاج اليه اليوم هذا ما قلته عندما كنت يافعة في الايمان قلت يا يسوع اريني ما هو السر الكامل وراء قدرتك ما هو السر اريد ان اعرف السر لانني اود ان اسير مثل ما سرت اريد ان اتكلم مثل ما تكلمت واريد ان اشعر بما شعرت واريد ان ارى العالم والتائهين بعينيك ما هو السر لانني لا اريد ديانة اخرى في حياتي انا اتية من ديانة تركت ديانة تركت الاسلام لست بحاجة الى ديانة اخرى أنا أكرهها ولكنني أريد أن أبني معك علاقة شخصية وأن أكون تلميذة مشتهدة أنا أريد أن أكون أفضل تلميذة تلميذة تلاحقك وتسألك ربي إلهي علمني أسليبك وأخذني إلى الكتاب المقدس وقال أتريدين معرفة السر الكامن وراء قدرتي إنه هذا لا مشيئتي إنما مشيئته إن ذلك هو أصعب ما يمكن قوله إذ كم منكم يصلي قائلا لا مشيئتي لكن فلتكن مشيئتك ليست مشيئتي تعلمون في عوقات معينة بدأت أصلي مؤخرا والأمر أشبه بالمستحيل لكن مع الرب كل شيء ممكن ولكن هناك أمور تعلمون أنه لا يتدخل بشأنها مع إيرادتكم أنتم إنه إله طيب إنه إله محب القرار يعود إليكم علينا أن نتخذ قراراتنا بأنفسنا وعلينا أن نتخذ قرارا بالقول لا مشيئتي إنما مشيئتك يا رب وهذا فعلا كلام مؤلم هو كلام مؤلم لأنه سيكلفكم ثمنا تعلمون نتحدث عن الموت لأنفسنا ولكن لحظة تقولون لا مشيئتي إنما لتكن مشيئتك فأنتم تموتون عن أنفسكم وأنتم في بداية النهضة لأن قلوبكم لا تريد شيئا آخر سوى ما شئته فأنتم تحبونه لدرجة لا تأبهون للثمن الذي سيكلفكم وأنتم مستعدون لدفع الثمن أنتم تريدون إرضاءه أنتم تريدون خدمته أعرف أيضا صلاة خطرة أخرى أنا أريدك مهما كان الثمن ومهما كانت التكاليف أريدك هذه صلاة خطرة أيا كانت التكاليف وأيا كان الثمن أريدك أحيانا نقول له أمورا كثيرة ولكننا نشتل في أن نقول له أريد أن تكون مشيئتك في حياتي أريد أن تكون مشيئتك في خدمتي تعرفون نحن نصلي من أجل النهضة وستكلفكم أذكر زوجين قصة زوجيني مع ليونار رافنهيل قصدا رافنهيل وقالا له عندنا ثلاثمائة شخص في الكنيسة ونريد أن نحظى بنهضة في كنيستنا لا نعرف كيف بالرغم من أن العدد ازداد في كنيستنا إلا أننا نعاني جفافا روحيا نحن لا نشعر بحضور الله نحن نرنم ونحن نرقص ونسبح الله رافعين أيدينا نقوم بشتى الأمور لكننا لا نشعر بحضور الله ونشعر بمخافة مقدسة لأن لا شيء يحصل في وصنا ليونار رافنهيل أجابهما سأطلب منكما أن تنفذ أمرا ما ولكن هذا مكلف فأجاباه نريد ذلك فسألهما هل أنتم متأكدان العمر مؤلم قال نريد ذلك فعلا أخبرنا ما علينا فعله سنفعل ما علينا فعله قال رافنهيل عودا إلى كنيستكما قال ذلك للزوج وزوجته أريدكما أن تعودا إلى كنيستكما أوقفا كل الأحداث في الكنيسة حتى أوقفا التسبيح لا تدعو أي كان يصعد إلى المنصة أمام الجميع لا تفعل ذلك إذا أردتم الموسيقى ضعوا السوانة وسبحوا الله وبدلا من كل تلك الأحداث حدد لقاءات للصلاة فأجاباه سنفعل ذلك قال لن يكون الأمر سهلا فقال له لا سنفعل ذلك وأضاف من دون صلاة ومن دون توبة لن تحصل على النهضة فقال سنفعل ذلك تعالى لمقابلة بعد ثلاثة أشهر غادراثنا إي وبعد ثلاثة أشهر عادى لمقابلة رافنهيل سألهما كيف جرت الأمور فأجاباه حسنا ليست على ما يرام قال ماذا حصل فأخبره الزوجان لقد أوقفنا النشاطات في الكنيسة كافة الأحداث كل الترفيه وكنا نشاغل الأصوانات والأشريطة للتسبيح والعبادة لكن في الواقع نصف رعيانا غادروا بتنا ما يقارب 150 شخصا حاليا فقال جيد سوف تحضيى بالنهضة تابع عمتكمان به وتعالى لزيارة بعد ثلاثة أشهر وحصل الأمر عينه بعد ثلاثة أشهر عادى لمقابلة رافنهيل وتنهد وقالى الأمر عينه لقد أصبحنا خمسين فأجابهما رافنهيل حسنا اذهبا تابع عمتكمان به وعودا لمقابلته بعد عدة أشهر وبعد ستة أشهر عاد الزوجان لمقابلة رافنهيل وقالى الأمر سيء جدا بتنا أربعة أشخاص فقط ونحن نصلي كما طلبت مننا كل يوم الكل غادر الكنيسة بتنا في مبنى شاغر ونصلي يوميا للنهضة بالنهضة نحن نادمون على خطايانا ونحن مكشوفون تماما أمام يسوع وكل أسبوع يكشف لنا أمورا جديدة في أنفسنا نحن نصلي ونتوب ونصلي ونتوب فقال رافنهيل لهم النهضة باتت قريبة جدا أعدكما بذلك وبعد ثلاثة أشهر عاد الزوجان لمقابلة رافنهيل فسألهما كيف الحال فأجاباه لقد حضينا بالنهضة نحن نعيش النهضة هناك خمسمائة شخص في الكنيسة حاليا وخمسمائة شخص خارج الكنيسة ينتظرون ليدخلوها ثم هذا العجوز الطيب تابع بتعليمه سيكلفكم الأمر الأمر سيكلفكم هل تريدون أن تدفعوا الثمن؟ هل تريدون أن تدفعوا الثمن؟ أو أنكم تريدون أن تكون حياتكم متوسطة؟ لكن إن رغبتم في ذلك أو لا سيأتي يوم سوف يهز الرب فيه الكنيسة إن كنتم تريدون الركوع أو لا إن كنتم تريدون سجود أمام الرب أو لا إن كنتم تتوبون أو لا سيهزنا قريبا لأنه يريد لكنيسته أن تحظى به لأنه يريد أن تحظى به كنيسته هذا مؤلم هذا مؤلم ففي وقت النهضة الروحية تهذب نفسكم وتتألمون وأنتم تختبيرون القبحة والشر الكنيسة باتت دنيوية اليوم فلنعتر في ذلك نحن دنيويين نشاهد البرامج الدنيوية ونقوم بأمور دنيوية نحن نحب العالم لكن عندما تأتي النهضة لا نرغب في أي شيء الرجل الطيب عينه قال الترفيه بديل شيطاني عن الفرح نحن لا نحتاج إلى أي ترفيه بوجود الرابع عندما نعيش مع الرجل الخارق أحيانا عندما يسألني الناس في أسفاري فأنا زرت الشيكاغو أكثر من إثنتي عشرة مرة وأنا لا أعرف الشيكاغو لا أعرف سوى طريقه من الكنيسة إلى الفندق في كل زيارة لي يقول لي الناس في كل زيارة لي نريد أن نستحبك نريد أن نريك المدينة ماذا ستفعلين في بقية اليوم بعد أن تنتهي من الكرازة وأقول لهم سأكون مع الرجل الخارق هل هناك أمر أفضل من رفقة الرجل الخارق الرجل الخارق هو يسوع ما نوع ترفيه الذي ستقدمونه إلي الذي يعودني عن السرور الذي يعودني عن المتعة الذين أحصل عليهم برفقة يسوع المسيح ما الذي ستقدمونه إلي وسيكون أفضل منه ما الموقع الذي سأزور وسأقول واو لا شيء فلا مكان ولا منزل ولا نزل سأقول عند رؤيته واو أحد الرجال كان مدعو للخدمة في سنجافورة هو وعائلته ابنته في الربيعة عشر من العمر ولديه زوجة وذهبوا هم الثلاثة للخدمة معا بعد عدة أعوام في سنجافورة ظهر له الرب في حلم وقال له أريدك أن تذهب إلى تركيا والرجل لم يفكر قط في تركيا لم يفكر قط في زيارة شرق الأوسط ليخدم الرب في تلك المناطق لم يكن يملك المال وقال له الرب أريدك أن تطيعني في الحال لأنني سأفعل شيئا رائعا في تلك البلاد وفي ثلاث مرات في أحلامه كان الرب يظهر له وبعد ثلاث مرات أطاع الرب وأخبر عائلته بذهابهم إلى تركيا فوضبوا أمتعتهم وما إلى هناك وجمعوا أموال التبرعات وجمعوا الأموال الكافية لتسديد ثمن بطاقات السفر أو للبقاء في فندق متواضع لبدعة أيام وقبل أو بعد ذهابه نداه أحدهم وقال له الرب ظهر لي وأريد أن أعطيك هذا المبلغ من المال وهذا كان أكثر من ما يمكنهم أن يطلبوه فاستحب ذلك الرجل عائلته وقصد تركيا وضرب زلزال ضخم المنطقة ولق آلاف الأشخاص حتفهم في ذاك الوقت فبدأت تتضح الأمور لذلك الرجل حسنا أعرف أن الرب سيستخدمني في هذا المكان فبالأموال التي حصل عليها قصد البلدة المدمرة حيث كان الناس محزونين وهم يدفنون أولادهم أو يدفنون أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم كانوا يبكون وينتحبون كان المكان مليئا بالحزن والمدفن كانت تعج بالناس قصد مختار البلدة وقال له أريد أن أكرز بإنجيل الرجاء في هذا المكان أريد أن أشاركهم إيمانيا لكي يحصلوا على الرجاء في هذا الوضع الميؤوس منه فسخر منه المختار وقال له تريد أن تكرز بيسوع المسيح في بلدة مسلمة سيرجمونك هذا مستحيل فجابه الرجل لدي هذا المبلغ من المال وأريد أن أساعد الناس أريد أن أعطيهم البطانيات سأقدم إليهم الماء والطعام أريد أن أساعدهم هذا كله لك أريد أن أساعد حسنا عندما رأى المختار المال وحماسته قال حسنا لكن بشرط واحد يمكنك أن تذهب وتكرز لكن لا يمكنك لفظ اسم يسوع المسيح في كل مكان كما يفعل المسيحيون فأجابه الرجل أن يمكنني أن ألفظ اسمه مرة واحدة فرد المختار النعم يمكنك ذلك قال الرجل حسنا اتفقنا قصد الرجل الطيب مكانا كبيرا شبيها بالملعب وأقام دعوات لطعام مجاني وثياب وماء وأشياء مختلفة وقصد الناس المكان لغايات مختلفة فامتلأ المكان اعتلى الرجل المنصة وبدأ يتكلم عن رجل أعاد البصر إلى الأعمى أعطى البصر للذين لا يرون وجعل الأطرش يسمع وأحيى الموتى وأطعم خمسة ألاف وطرد الشياطين وقال هذا الرجل الذي غير العالم يمكنها أن يغيركم واسمه هو يسوع المسيح ناصري وهو نفسه البارحة واليوم وإلى الأبد وإذا وضعتم ثقتكم به سيغير مصيركم فدنت الحشود منه وسلموا جميعهم نفسهم إلى يسوع كانوا آلافا من الأشخاص المسلمين يبكون ويدرفون الدموع ويسلمون نفوسهم ليسوع والمختار لم يكن سعيدا بذلك فأوقفوا الكارزة وزوجته وابنته البالغة أربعة عشر من العمر وقادوهم إلى السجن وأمام ناظرية الرجل اغتصبوا الإبنة بنت الأربعة عشر سنة ووالدتها مرات عدة ثم حرروهم قائلين إذا كرستم بيسوع المسيح مجددا هذا ما سيحل بكم عاد الرجل وعائلته إلى المنزل وكانوا يجلسون في غرفة المعيشة ولم يعرف ماذا عليهم حتى التفكير فيه في قرارة قلبه كان يشعر بالمرارة وكان غاضبا ومجروحا حتى إنه كان يشك بالله وبطيبته وكان يعد نفسه بألا يخدمه مجددا أبدا وفجأة ابنته البالغة الرابعة عشر من العمر قالت أبي لم يتمكن من النظر إليها إلى ابنته الصغيرة قالت له أبي انظر إلي فنظر إليها وكان وجهها مليئا بأثار الكدمات والضرب وفستانها ممزقا في عدة أماكن وكانت شفتها تنزفان ففكر بينه وبين نفسه قائلا الغلطة غلطتي فقالت له أبي في خلال دراساتنا كنت تتكلم دائما عن الكأس التي كانت أمام يسوع المسيح عن كأس الآلام عن دفع الثمن والموت عن النفس اليوم يا أبي هذه الآية تحققت في حياتنا لقد دفعنا الثمن لا يمكننا التراجع لا يمكننا التوقف لا يمكننا الهروب فكان علينا أن ندفع الثمن فقام وزوجته هم ثلاثة هم ثلاثة تعانقوا وأجهشوا بالبكاء وجثوا على ركبهم وسألوا الرب أن يغفر لمن تسبب لهم بالأذى وسألوا الرب أن يبارك من اغتصبهما وقرروا البقاء في تركيا والرب ضاعف كثيرا أعدادهم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير فمن يحب حياته على الأرض سيخسرها بينما من يكره حياته في هذا العالم سيربحها بالحياة الأبدية إن كنتم تريدون النهضة عليكم أن تدفعوا ثمن يا كنيسة عليكم أن تدفعوا ثمن مهما يتطلب ذلك مهما كان الثمن يجب أن تكون صلواتنا نريد ذلك نريد ذلك يا رب نريد النهضة لأننا نرفض أن نكتفي بأقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر